انا طول عمري يعتبر بي سي جيمر كل حاجة على البي سي المنصة الاساسية اللي يعتبر ما بيشتغلش على حاجة غيرها الجيمنج كله عليه لحد ما في وقت قريب من حوالي 6 شهر او حاجة قررت ان انا غير التجربة تماما واروح مع بلاي ستيشن والحقيقة ان التجربة كانت افضل تجربة الجيمنج على بلاي ستيشن كانت افضل هتقول لي ليه هو ده اللي انا هقولهولك في الفيديو ده اول حاجة واللي بستاني جدا في تجربة الجيمنج على بلاي ستيشن بعيدا عن بي سي اني بلاي ستيشن مفيهوش كمية الارورز اللي موجودة في البي سي دي حاجة ممتعة حرفية لان انت طول الوقت وانت على بي سي الان مشكلة في البرنامج ده ملف ناقص هنا ايرور هنا تجربة اللعب مش بتبقى مريحة قوي يعني انت طول الوقت بتتعامل مع مشاكل وتحديثات وحاجات كده مش افضل حاجة يعني غير بقى بلاي ستيشن انت نادرا ما هيطلع لك ايرور فانت تجربة اللعب مفيش حاجة تبوزها انت جاي تقضي وقت فن وقت تفضي فيه دماغك كده وتلعب شوية فمفيش حاجة بقى هتستهلك دماغك بقى ان انت تحل مشاكل والكلام ده لا مفيش مشاكل ودي كانت احلى حاجة بالنسبة الحاجة التانية مفيش متطلبات تشغيل يعني في البي سي انت كنت دايما بتبقى شغل دماغك اول ما بينزل جيم جديد ولا سيما لو كان قوي جدا تقنيا والجرافيك بتاعه عالي انت بتبقى الان جهازك هيشغلها اه ولا لا وهيشغلها على اعدادات ايه والفريم ريت هيكون انظامه الكلام ده بقى مش موجود بقى على بلاي ستيشن وهنا مش بتكلم على بلاي ستيشن بس لكن التجربة اه تجربة الجيمينج على الكونسل عموما ما فيهاش بقى الجو ده فيش متطلبات تشغيل هي اللعبة اه نزلت للجهاز بتاعك خلاص انت تقدر تلعبها الموضوع بسيط ما فيش بقى اي مجهود تاني ودي حاجة مميزة جدا خلاص بتشوف اللوجو اه بلاي ستيشن على الجيم بتاعك تقدر تلعبه بمنتهى السهولة غير بسيه بقى كنت بعاني اه اللعبة ديه متطلباتها عالية طب هنضطر ننزل بقى في الجرافيك شوية ونغير في الستنج وغير كمان البعض الموضات اللي بتقلل لك من الجرافيك تماما علشان الاجهزة تقدر تشغلها وليه التعب ده كله يعني وليه التعب ده في حاجة المفروض ان هي فاند في حاجة المفروض ان هي ما تشغلش فيها جمالك فطبعا اني مفيش حاجة اسمها متطلبات تشغيل دي حاجة متعة الحاجة اللي بعد كده ولو كنت انت واحد زي مثلا بيحب جدا ان اللعبة تكون قوية كجرافيك ورسوم هتلاقي ان انت كنت بتعاني في الموضوع ده انا كنت كل شوية مثلا ادخل على الجيم على البي سي بشوف ايه الحاجات اللي انا مش قادر اعملها على ألترا ماكس الحاجات اللي انا منزل اعدادات اللعبة فيها وببقى متداي لاني لان انا عايز اشوف اللعبة على اقوى حاجة الاعدادات كلها تبقى على ألترا وطبعا لاني الجهاز مش قادر يعمل ده ودي اللي كنا بنكلم عليها موضوع طالبات التشغيل مش متوافقة مع جهازي فبضطر ان انا انزل حاجات كتير في سيتنج اللعبة علشان اقدر العب اللعبة بسهولة فكنت كل شوية بقى السيتنج ده طب نجرب نزوده تاني طب نجرب نطلع تاني على الالترا نجرب ونشوف وطبعا بلاقي الفريم ريت وقع خالص فبارجع تاني انزله فبقى بلعب اللعبة مش مرتاح يعني حاسس ان انا المفروض اتفرج على حاجة تانية حاسس ان مفروض ان انا اختبر الجيم بشكل تاني بس انا مش قادر اعمل ده الجميل بقى في البلاي ستيشن او تجربة الجيمينج على الكونسل عموما مفيش الابشن ده يعني انت هتلاقي عندك حاجة اسمها جرافيك اوبشن بس هتلاقيها بسيطة جدا ممكن تحدد الاضاءة او الكونترست مش اكتر من كده مفيش بقى قيمة الاعدادات الطويلة اللي بتقعد تتحكم في كل تفاصيلها فانت بتبقى مرتاح جدا اني ولا في حاجة نقصة ولا حاجة زيادة وانت بتلعب اللعبة زي ما المطور والناشر هيأها انها تتلعب فبقيت بدخل على اي جيم على بلاي ستيشن على نيو جيم مباشرة مش لسه هنخش بقى في السيتنج ونشوف الجرافيك والكلام ده مش موجود فدي برضو متعة حاجة تانية بتقوي تجربة الجيمينج على بلاي ستيشن عن بي سي هي الحصريات اجماعة خلينا نتفق اني سوني بلاي ستيشن بيعرفوا يختاروا حصرياتهم بعناية فعلا الحصريات اللي على بلاي ستيشن مختلفة تماما عن اي العاب تانية لا العاب قوية جدا جدا ومميزة جرافيك جيم بلاي ستوري كل حاجة مميزة ففعلا سوني بتعرف تعمل حصريات دي كانت حاجة مميزة جدا انت كنت ممكن تكون محصور في البي سي او الاكس بوكس هتكون بتفقد العاب كتير خاصة بسوني هي فعلا مميزة طبعا الاجهزة التانية لها حصرياتها اكس بوكس مايكروسوفت ليهم حصرياتهم لكن الحقيقة حصريات سوني تظل في حتة تانية حاجة كمان اني بلاي ستيشن ارخص الجهاز نفسه ارخص هتقول ازاي البي سي تقدر تجمع اللي انت عايزه بالسعر اللي انت عايزه فكان عايز اقولك ان انت لو حاولت تعمل بي سي بنفس القوة او يشغل الالعاب بتاع البلاي ستيشن بنفس المستوى كده مش ازياد او حاجة انت هتلاقي نفسك دفعت مبلغ اكبر من البلاي ستيشن او الاكس بوكس حتى فدي ميزة ان انت مش محتاج تدفع التكاليف كبيرة جدا عشان اعمل جهاز خارق واشغل اللعبة على اعلى اعدادات خلينا نتفق وتكون واضحة تماما وبدون جدل بي سي جرافيك رسوم اقوى وهيفضل اقوى مهما وصلت التكنولوجيا او الكونسول وصل في حتة ما البي سي هيفضل اقوى دي حاجة مفيش عليها اختلاف فانت فعلا هتلاقي فرق في الجيم بين البي سي وبلاي ستيشن طبعا تفوق للبي سي لكن هل التفوق ده الفرقات دي تستاهل كل الفرق في الفلوس ده ما اعتقدش يعني بتبقى فرقات بسيطة جدا ولا سيما ان الشركات بتراعي ان النسخ التلاتة لو اللعبة موجودة على التلاتة اجهزة البي سي وبلاي ستيشن واكس بوكس ان التلاتة ما يكونش فيه تفاوت كبير بينهم جدا لا هتلاقي التفاوت بسيط شوية فلا يعني الفرق البسيط ده جدا ما يستاهلش الفرق الكبير جدا في الفلوس اللي هتدفع عشان اعمل جهاز خارج وقدر العب الالعاب على الترا يعني انت روح شوف مثلا سعر بلاي ستيشن كام دلوقتي هتلاقي ان هو مش جايب حتى تمن كارت شاشة كارت شاشة بس قوي محترم يقدم لك الالعاب بصورة كويسة هو هتلاقيه مش جايب ده حتى اخر حاجة بلاي ستيشن او تجربة الكونسول عموما حسيت ان هي فن اكتر هي تجربة رايحة في مكانها هي تجربة جيمينج فانا عايز العب فانا عايز حاجة طرفهية فانا مش عايز اي حاجة تاني تشغل دماغي بالعكس انا عايز افصل دماغي تماما واقضي وقت استمتع فيه فكانت التجربة المثالية بلاي ستيشن انت بتمسك الدراع وارلس تقعد في اي حتة تشغل الجهاز بمتهى السرعة من غير ما تشغل بالك بقى بارور ولا تحصل مشكلة في الستارتاب بتاعت الويندوز اساسا من البداية وتقعد تدور وتحل كل القصص دي انت في غنى عنها انت بجرد بتشغل الجهاز بتبتلي تلعب على طول فانت ما بتضيعش وقت الوقت الترفيه بتاعك حرفيا دماغك بتفصل فيه وتفكرش في اي حاجة فدي ميزة جدا مريح بدون مشاكل فان ممتع اه رخيص اه كل اللي انت عايز تقوله تجربة الجيمينج اه كانت افضل على بلاي ستيشن ويمكن لان الجهاز مخصص لده هو جهاز للجيمينج عكس البي سي طبعا اللي تعمل عليك كل حاجة اه فخيالك فدي لها ميزة وعيب فدي كانت كل القصة حبيت اشاركك ليه بعد العمر ده انا قررت انقل تجربة الجيمينج على الكونسل على بلاي ستيشن فدي كانت الاسباب لو وصلت معايا هنا فانا بشكرك جدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة واشوفك الفيديو الجاي اشتركوا في القناة